وبركاته عزى المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنتكلم فيها بتفاصيل كبيرة جدا عن أحمد عبدالآدر وقرارات نارية من مجلس إدارة النادي الأهلي تجاه أحمد عبدالآدر وسر تراجع أحمد عبدالآدر وسر اللعب الفردي وليس الجماعي داخل النادي الأهلي وعنقول لحضراتكم كل تفاصيل قصة أحمد عبدالآدر ورحيله إلى نادي برامدز أو نادي الزمالك ولكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في بداية الأمر لا خلاف وما فيش حد يختلف معايا إن أحمد عبدالآدر من أفضل لعبة اللعبة في مصر مهاريا وتكتيكيا وسرعة وزي ما أنت عايز تقول قول لكن أحمد عبدالآدر بيتميز باللعب الجماعي أكتر من اللعب الفردي عفوا من اللعب الفردي أكتر من اللعب الجماعي أحمد عبدالآدر في فترة من الفترات كان سلاح مهم جدا للنادي الأهلي وكان من ضمن التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي في أول تولي مارسل كولر ولكن فكري مارسل كولر فكري جماعي أكتر من فكري فردي أحمد عبدالآدر المشكلة اللي حصلت بينه وبين مارسل كولر الأخير بيترطب عليه حاجات كتير جدا وأعتقد تمام الثقة وتمام الاعتقاد أن أحمد عبدالآدر سيرحل على النادي الأهلي في انتقالات يناير القادمة في ظل تراجع مستوى أحمد عبدالآدر النادي الأهلي بيتخذ قرارات نارية جديدة بشأن الكابتن أحمد عبدالآدر نجم نادي الأهلي والكابتن أحمد شبير بيكشف التفاصيل الإعلام الكبير أحمد شبير بيكشف عن اتخاذ النادي الأهلي قرارات نارية وقرارا جديدا بشأن أحمد عبدالآدر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الإعلام أحمد شبير بيقول في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أنتايم سبرت كان هناك نية للنادي الأهلي لقبول رحيل أحمد عبدالآدر لأحد الأندية القطرية خلال أمريكاتو الشتوي المقبل ولو على سبيل الإعارة لإستعادة مستوى اللاعب وأضاف كمان أن إصابة رضا سليم جعلت النادي يتراجع وبشدة عن فكرة رحيل أحمد عبدالآدر في المريكاتو الشتوي المقبل رضا سليم طبعا تعرض للإصابة بكسر فتر قوة وسيغيب على إسرها عن الفريق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر الكابتن أحمد عبدالآدر حاجات كثيرة جدا وفيه كلام في السوشال ميديا بيقول كمان أن أسلحة النادي الأهلي فزدة أسلحة الأهلي فزدة وقصة إصابة إمام عشور وحكاية تمرد أحمد عبدالآدر وخلاف كولر وكولر هو كلمة السر في الأيام الماضية طبعا تتوتر العلاقات في النادي الأهلي بعد رحيل الكابتن سيد عبدالحفيس عمرنا ما كنا سمعنا عن مشكلة داخل النادي الأهلي أو داخل فريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي بعد رحيل الكابتن سيد عبدالحفيس ظهرت المشاكل لأن مارسي الكولر أصبح يمتلك كافة الصلاحيات خالد بيبو ليس بمدير الكورة الكفء ولكن تختلف أو تتطفق معي هذا هو رأيي المتوادى توطرت العلاقات في الأيام الماضية بين بعض لاعب النادي الأهلي والجهاز الفن بقيادة السويسري مارسي الكولر مما أدى إلى لفت أنظار الساحة القروية لما يحدث بين لاعب النادي الأهلي وخاصة اللاعبين إمام عشور وأحمد عبدالآدر مع السويسري مارسي الكولر وكشف المصدر أن اللاعب إمام عشور ليس مصابا في هذا التوقيت كما زعم البعض ولكن يوجد خلافات بينه وبين السويسري مارسي الكولر المدير الفني للفريق والتي بدأت من بداية من قبل مباراة سيمبا التنزاري في البطورة اللي خرج منها النادي الأهلي على يد سندونز الجنوب إفريقي إمام عشور ومارسي الكولر الإعلام الكبير أحمد شوبير بيكشف عن حقيقة الخلافات باللاعب النادي الأهلي إمام عشور والمدير الفني مارسي الكولر والتي بدأت من مباراة سيمبا التنزاري في الضوري الإفريقي وقال شوبير أن بداية الخلافات جاءت من رفض اللاعب إمام عشور السفر إلى تنزاري حيث أن اللاعب شعر أنه لا يزال مصابا لكن كولر مصمم على استحابه مع بأسة الفري إمام عشور يرفض المشاركة في التدريبات بيقول كمان الكبتن أحمد شوبير بيؤكد أن اللاعب إمام عشور انتظر كثيرا يعني يشارك أساسيا أو بديلا أمام سيمبا أمام سيمبا التنزاني وهو وهو ما لم يحدث من السويسري مارسي الكولر وعند عودة بأسة الفريق إلى مصر رفض إمام عشور الدخول للتدريبات بالجدية الكافية وطلب إمام عشور تدخل طبيب الفريق لفحصه وأصار هذا بالفعل غضب مارسي الكولر وظل إمام عشور غاضبا بسبب عدم لعب مباراة العودة لذلك قرر كولر عدم صفر لمواجهة ساندونز المواجهة الأولى اللي خسر فيها النادي الأهلي 1-0 في بريتوريا في جنوب إفريقيا التفاصيل عقب مباراة سانداوز الإعلامي سيف زاهر بيؤكد أن استبعاد اللاعب إمام عشور ليس بسبب الإصابة وقال سيف زاهر إمام عشور ليس مصابا ولكن هناك خلافات قوية مع مارسي الكولر ولن أستطيع الحديث عنها حاليا خصوصا أن اللاعب عاد من الإصابة ولكن أتمنى الكلام يطلع غير صحيح سيف زاهر بيؤكد الموضوع كبير جدا بين إمام عشور وكولر وسيكون هناك حديث مطول عن الأزمة لكن بعد المباراة المهمة أمام سانداوز حقيقة توطر العلاقات بين أحمد عبدالآدر وكولر على جانب آخر البشمهندس عدل القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بيكشف حقيقة أزمة أحمد عبدالآدر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبين المدير الفني بعد استبعاده من المباريات خلال الفترة الأخيرة عدل القيعي بيؤكد أن عبدالآدر بعيد عن المباريات في الوقت الحالي بقرار من قولر المدير الفني بسبب ضعف آداءه في التدريبات الجماعية وهو ما يرفضه المدرب وسبب غياب أحمد عبدالآدر بيأكد القيع أن قولر المدير الفني للفريق أكد في أكثر من مناسبة أن السبيل الوحيد للدخول في التشكيل الأساسي هو التدريبات الجماعية ومن يظهر بمستوى جيد فقط هو الأحق بدخوله في التشكيل وعقب غياب أحمد عبدالآدر يعني وجود لاعب جاهز أكثر منه ولعب بشكل جيد في التدريبات وسيفيد المدرب في خطته الجديدة حقيقة رحيل أحمد عبدالآدر في يناير وعن أنباء رحيل أحمد عبدالآدر من صفوف النادي الأهلي قال عدل القيعي عبدالآدر مستمر مع الفريق ولا يوجد حديث خاص بشأن رحيله في يناير المقبل وهذا القرار خاضع فقط للمدرب وعندما يأخذ قرار ليس لنا علاقة به وعن انضمام أحمد عبدالآدر له الزمالك أو بيرامدز فعلى الجميع أن يأتي بعرض للنادي الأهلي ويدخل من الباب وليس من الشباك عرضين خالجيين لأحمد عبدالآدر وبيكشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تقديم عروض خالجية لنجم النادي الأهلي أحمد عبدالآدر وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكذب أحمد حسن في منشور لي مصدر أحمد عبدالآدر يمتلك عرضين من الخليج لكن لم يصل أي شيء رسمي لإدارة الأهلي حتى الآن وأحمد عبدالآدر يمتلك عرضين من مصر الزمالك وبرمز فأنهم أفضل وماذا سيفضل عبدالقادر إذا قرر الرحيل عن النادي الأهلي في يناير بكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى من الله أن الحلقة تكون عجبة حضرتكم ياريت تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد أشوفك على خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر